اه ازايكوا يا شباب اه اه اللي كان حضر معي المحضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الاساسيات كده بتاعة الاكسيل والكلام ده فدلوقتي هنتكلم عن حاجة مهمة وهي حاجة اسمها تعال نشوف بص يا شباب دلوقتي انا صح انا فتحت الريكوردنج اهو وعمل شير كده للفولدر ده بقوة تمامك يا شباب شايفين الصورة اللي قدامي دي ولا لأ تمام انا مصري اه تماما تماما كويس اوي فلو السؤال زي ده كده اه السؤال زي ده كده لما يجي يتسئلك ممكن في ناس تكتب اه نعم انا مصري اه بالطبع طبعا لكن انت بتبقى انت عايز تحجمه في اسئلة معينة هو ده اللي انا جاي اورهه لك في الحتة دي في بمجرد ما تيجي تدوس هنا تلاقي في حاجة يعني بمجرد مسلا تكتب بالطبع بالطبع انا مصري مسلا صح كده ممكن ناس تكتب كده اول ما تدوس انتر ايه احسن قال لي لا مش هيحسن مش هينفع حاجة قلت له طب ايه اللي متاح قال لي بص حضرتك في سهم اهو تختار نعم ام لا انا اقول له نعم نعم انا مصري لا اهي لا انا كده مش مصري بس كده لكن عارفين الاسئلة دي الاسئلة اللي بتديك اجابات اجبارية يعني تختار منها مش اللي انت تقعد اه 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 يعني ايه تقعد بقى ايه تبدع في الكلام تفاهمين قصدي ولا لأ تبقى معايا لا 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 تمام 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 الفكرة دي ايه بقى ازاي اه مثلا اه مثلا اه انت شغال مثلا او انت موظف مثلا برضو بتبقى قداما هنا مثلا اجابة اه لأ او نعم او نعم او لأ وهكزا ودي برضو نعم وهكزا دي الاسئلة اللي بتبقى الاجبارية اللي انت بيديك اجابة اجبارية ان انت لازم تختار منها حتى لو انت كتبت اي حاجة هنا كده ما بيش هيقبل بها تمام كده يا شباب طب نعملها ازاي الحركة دي نعملها ازاي بص بقى يا شباب في هنا حاجة في الداة دي في الداة احنا اخر مرة خالص شرحنا الهوم في هنا في الداة حاجة اسمها حاجة اسمها داتا فاليديشن الكلام هو داتا فاليديشن شايفين الكلمة دي ولا لأ شايفينها شايفينها؟ معلش مصد احنا تمام منين بقى معلش جبتها منين تانية يا محمد بصوا بصوا شباب بصوا يجي في الداة دي داتا داتا فوق اهي في حاجة هنا كده في حاجة اسمها الداة تولز اهي حاجة اسمها الداة فاليديشن هي ممكن تبع عندك واضحة اكتر لان انا عندي 365 اسمها الداة فاليديشن هتلاقيه هنا في الداة تولز جنب الفلتر كده شايفين كده يا شباب ألا حد هنا بيطبق معايا شباب انتوا معايا ولا ايه؟ انا معاك والله مفيش حد بيتاق انا معايا انا خايف الانترنت يكون قطع وانتم بيستمعيني بس كده لا لا تمام بصوا بقى شباب دلوقتي تمام في ماشي كويس قوي نقفل دي بس كده ونبقى فاتحين الحتة دي في حد في بعض حاجة اه اوكي ماشي بصوا شباب الداة فاليديشن دي فيها اختراع الاختراع لو انت جيت مثلا وقفت على حاجة معاناة هنا مثلا في اي حتة ودست على كلمة داتا فاليديشن اول ما تدوس على كلمة داتا فاليديشن بيحصل ايه بقى؟ بيقولك اول حاجة اي قيمة اي قيمة فده الطبيعي بتاعه لو انت دست مثلا هول نمبر هول نمبر دي اللي انت بتقوله اكتب لي في الخلية دي ارقام بيقولك بتوين يعني ما بين يعني مثلا من عشرة مثلا لعشرين مثلا في الخلية دي لو انا جيت مثلا كتبت وليكن اربعة مش هيقبلها او كتبت مثلا حد عشر هيقبل فهمتوا قصد ايه؟ اه دي الفكرة ان هو عشان بس ندوس اه ده الفكرة في العمود مثلا انت ممكن تختار مثلا عمود تقوله اعملي في العمود ده اه خلي مثلا هول نمبر ده اللي هو مثلا ايه؟ اه ما يكتبوش يعني مثلا انت سمعيني يا جماعة لو انتم مثلا بتعمله وليكن سيرفي سيرفي مثلا عن اعمار الناس اقل واحدة تعمله سيرفي لازم يكون ناضج مثلا عن 18 سنة لحد كام لحد مثلا واحد عنده 80 سنة فانت ممكن تحط له مثلا سيرفي كم عمرك مثلا اهو يعني مثلا السيرفي ده يا جماعة يعني استطلاع رأي يعني انت بتدي استطلاع رأي كم عمرك فممكن مش عايزين احنا مش عايزين فاته انت كل يكتبلك يقولك ايه انا عايزك تكتبلي في المكان ده كده هول نمبر ما بين 18 سنة لحد سنة لحد 80 سنة مثلا ده يعني ده اللي انا متوقعه لو كتبلك مثلا 12 مش هيتقبل لو كتبلك 90 مش هيتقبل لازم ما بين من 18 يعني 20 يتقبل وهكذا ففهمتوك يا شباب؟ معاي صح؟ نعم حاضراتك نعم حاضراتك طب دلوقتي احنا اخترنا هول نمبر دي في بقى between في نوت نوت بتوين النوت بتوين ده يعني مش جواها يعني اي حاجة بره للارقام دي equal to equal to دي اللي هو رقم معين نوت equal to وهكذا دي هول نمبر هول نمبر دي يعني دي ارقام حطلي رقم ما بين كذا وكذا طب لو احنا مثلا قولنا ديسمال ديسمال دي يعني ارقام عشرية دي بصراحة معرفش دي لها الاتزام في ايه دي ولا معرفش دي لها ايه ديسمال فيه list دي بقى اللي انا بقول لكم عليه اللي انت تقول له yes او نعم 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 او اللي هي كومة بعديها كده كومة لا فانا ما ادوس انتر هدوس اوكي اهوي بصوا هنا نعم ام لا طب لو دلوقتي مسلا انا عايز ايه بقى? نروح كاتبين هنا كده. بدل نعمل نروح شايلينها كده. نختار اول حاجة كلمة list list اهي. عشان بس لمحضرتم الاول. احنا بنيجي نقف على العمود ده كده. اهو كده. نقف على العمود ده. نقف على العمود ده كده. ونختار data. ونختار عن data tools دي نختار data validation. ونيجي هنا نختار كلمة list. ونروح مسحين دي كده. وندوس على العلامة دي كده. ونروح رايحين مسلا عند وليكن دي مسلا ونروح معلمين على دولت كده. دي شوية اسامي. خلاص? ونروح ليسين اوكي. ايه اللي هيحصل? لما يقول لي ما اسمك بصوا. يقول لي لامة هشام رياض لامة سهيبة لامة إبراهيم سامير لامة زهير وهكزا. فاهمين يا يا شباب ولا? يعني لامة انت تكتب الحاجة لامة تختار من list معينة. تماما حاجة يا محمد هو هل ممكن يبقى فيها فلتر ولا لأ? فيها فلتر. يعني وانا هختار من الاسماء دي. هل في ان انا مسلا اعمل سيرش? اه اه. مسلا اول ما هتكتب مسلا كلمة هشام. تمام كده. اه تمام. ايوة تمام دي. انا كتب اصر عليها تمام. بس كده. دي كده نقفل دي كده. طب نعمل مسلا حاجة تانية. اه لو تفتكروا من المرة اللي فاتت قلنا نعمل في ال data فليديشن. احنا قلنا هنا دي list. في ال date طبعا تختار التاريخ. وال time طبعا تختار ال time. دي اللي انا من بحببها لقلبي يعني. طبعا انا بشوف حاجة كده امنت بمحاضرة. تمام. بص يا جباب. بص يا شباب. التكستلينس. التكستلينس دي. اللي هي تكستلينس. اللي هي عدد الحروف. دلوقتي انا بقول له ايه? خليلي الحروف ما بين مثلا من لو مثلا رقم تليفون يبقى من عشر ارقام لحداشر رقم. يعني ما يقلش عن عشرة ارقام وما يزدش عن حداشر رقم. بحيث ان انا رقم التليفون اهو ادوس واحد اتنين تلية ربعة خمسة ستة سبعة. دوس inter مش هيقبل. طب واحد اتنين تلية ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. مش هيقبل. طب واحد اتنين تلية ربعة خمسة سبعة تمانية تسعة. عشر حداشر احisia�ialиф meche. لازم لأم عشرة لأمية احداشر. انا ليه بقول عشرة واحداشر. لان فيه ناس بتكتب رقم التليفون. اوله زيره. فزيره بيختفي. فبيبقى عشر ارقام. وفيه ناس بتخلي الكلام تيكست. فبتخلي حداشر رقم. فانا في الحالتين انا انا جابرهم على كده. تسمعين يا شباب? البطاقة اللي انت في المحاضرة الاولانية. بالزبط هي ازاي البطاقة كده. احنا ممكن نعملها دلوقتي. دي بتوين. ممكن بقى يعني اربعتاشر رقم بالزبط. حتى بصوا حتى لو انا قلت له وعشر عشرة دي. اللي هي عشرة. اروح كاتب له هنا في الرسالة. بصوا بقى يا شباب. الرسالة بقى بتجيله ايه بقى? بتقوله. اكتب. اه الرقم. او اكتب. لا دي بتبقى الرسالة. خليها هنا كده. اكتب الرقم بدون سفر. ونروح داسين انتر. بصوا شايفين? خدت بالكم من الرسالة دي. هلو? اه خدنا بقى نعمة. ايه بقى. وممكن كمان بقى تعملوها بطريقة احسن مسلا. يعني اني خلي اكتق خدوها كده كوبي. اه كنت اكسي قصدي. وخليوها في الارر هنا. يعني خليها انتر كده هنا. بحيس انه هو ركزه في ما انا هعمله. بحيس لما ييجي يكتب. احنا قيللنه كام عشر تركام واحدين تلاتة اربعة. بصوا كاتبين ايه? بصوا قاله ايه? ايه اخدنا بقى. الارر. الارر وبيقوله الارر ليه? فبيقوله اكتب الرقم من غير سفر. وهكذا بقى لو انتو عامل انتوها مسلا في الرقم البطاقة. يعني لو انتو مسلا خليتو اللينس ده مسلا اربعتاشر رقم. سمعيني كده احمد بحيس ان انت لما تيجي تكتب ارقام الموبايلات اه ارقام واصل البطاق. تبقى اربعتاشر رقم. يعني واحدين تبقى خمسين سبعين تسعة عشر حتاشر 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 ونخليها خمس طول. انتر مش هيقبلها. لازم تبقى خمستاشر رقم بزرعة. على فكرة دي يا جماعة لاي حد بيملى داتة من فروع من من شغل من 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 الناس مسلا معكم في الادارة من اي حاجة لازم تحجموا الحاجة. يعني تخيل مثلا يا جماعة مثلا حد يوكلكوا مثلا كشغل او تسقاية مثلا لكم اين؟ اه اه لو ياريت يا جماعة لو انتم اه 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 اعايزين بس نعرف منكم بتستطلاعات او سيرفيق او اي حاجة او بيلم منكم وليكن يا استاذ ارقام تليفونات واسامي ومعرفش ايه. اول حاجة اول حاجة عشان الشغلانة دي انا بعملها ساعدة. رقم التليفون هقفله. بحيث لما انت تجد يكتب رقم التليفون يبقى اخرج عشر ترقام. رقم البطاقة يتقفل على 14 رقم. ايه تاني ايه تاني ايه تاني. حد عنده افكار تانية. ايه اللي ممكن يتقفل تاني. اه لو في اسئلة اه اه لو في اسئلة بنعم او لا نقول لهم يعني نعم او لا يعني خليه اختار نعم او لا. لو في اختيارات مثلا ما بين محافظات احطوله المحافظة وهو اللي يختارها ما يكتب ليش اسم يعني ما يكتب ليش القاهرة لان فيه ناس بتكتب القاهرة بالتي هي المربوطة اخيرها تيه مربوطة وناس بتكتبها اخيرها هي مربوطة. لأ انا لازم الاجمها. فاهمين قصد يا شباب او لا? طب معلش ممكن اتنى اعملها بنعم او لا? ما انا قلتها? بصوا هقول لك هقول لك. ان انا بحاجة بتوين بين النمبر ده وده. انما اللي بحاجة لو انا عايزة احاجة ليقولي نعم او لا اعملها ازاي? دعا ما انا عملتها بس هوري كي برد. اهو هنيجي نعمل data validation الاول نعمل كدير اول اهي. بص نعم ام لا ما اسمك اه تروح عليه وتوافع على العمود كده. وتروح جاي على data validation. نختار كلمة list list اهي list اهي. ونكتب مثلا هنا نعم. ونعمل كومة كومة اللي هي بالانجليش. كومة بالانجليش لا. ونروح داسين او كي. فلما تيجي تختار هنا نعم او لا. بس كده. اه. لا معلش هي تختار في اللينس دي هي هي نمبر بتمشي على النمبر بس ما تمشيش على التكست. على الاتنين. ما هو ديجيت. هي حرف الرقم او الكتابة هي حرف. اه. تمام. يعني انا مثلا يعني انا هو لو انا كتبت تكست لينس يا جماعة. قلت له تكست لينس. لينس يا جماعة صح للعلم بيستطيع اسماعها لينس. مش لينجنس لينجس. لان الجي صعب. اهي. لو احنا جدا عملنا اكوال تو. خمس اه خمس ارقام. خمس ارقام. انا اسمي انا اسمي محمد. يبقى محمد اكتر من خمس ارقام. اصلي خمس حروف. دوس انتر. اه. مش هيقبلها. اه. اه. انا بتمشي على الرقم ولا? والكتابة. بتمشي على الرقم والتكست عادي. تمام. تلاقي. بس لحضرتك. تحت امرك. كده بتو. نعم. تطدر. بعدها ازنك. بطبق مع حضرتك بعمل نعم ولا بتزهر مع بعض اللي. اه. اه. نعم. بعد الكومة. بعد الكومة ازاي بتكتب. لا يبان تاكيدة عملها كومة مختلفة. بص. لما تيجي تعمل الكومة. الكومة خليها بالانجليش مثلا. يعني. او يكتب يس وكومة نو. مثلا. اكتب يس كومة نو. جرب كده. طويل. انا معيكو. او يش. انا معيه. انا معيكو. انا معي الكومة اللي هي عند حرف الواو. الكومة اللي جنب الام. اللي جنب حرف الام. الام اللي هي محمد. تمام. المهندس بعد اذنك اللي سكرين اختفت. انا عارف انا اقفلتها. انا بس مستنيه وبس وعلي كيان نبتدي في حاجة تانية. تمام كده. كده قردت? اه. طب تمام. يعني هي بس هي بس الفكرة في الكومة مش مش اكتر يعني. خلاص كده يا شباب? الو? مع حضرتك كمستر. ماشي. مع حضرتك كمستر ماشي يا شباب. بص يا شباب. احنا دلوقتي هنروح بقى دخلين في عالم تاني بقى خالص. احنا كده خلصنا ال data validation. ال data validation. نيجي بقى للحاجة المحببة اذا قلبي واللي هي مبتخلاش من اي شغلانة. اي شغلة في الدنيا لازم تروح اي? يعني. واخد كده على وشك في الحتة دي. حاجة اسمها اللي انت بتدور على ابرة في كومش. تمام كده يا شباب? هقولكم ايه الفكرة دلوقتي اللي انا من شوية فكانت الدنيا كانت واقفة كده. بصوا يا شباب. دلوقتي دي بعض الاسم الموظفين. طبعا دلوقتي ارقام بسيطة خالص دلوقتي عيشين اسم. ده فينا انتو في الشغلة جماعة ممكن تلاقيه بالمئتين والخمسمة اسم. وانت بقى طب تدور. فاهمين قصدي? بصوا بقى يا شباب. دلوقتي في واحد اسمه محمد واحمد وسعيد وسيد. دلوقتي في وسط الزحمة زي دولة. انا دلوقتي عايز ادور على المسمة الوظيفة بتاع محمد ده. تفاهمين قصدي? اه الراتب بتاع بتاع احمد السيد. ما عامش رقم الموبايل بتاعه. هنعمل ايه? وهما كتير. فيه طبعا الطريقة التقليدية طبعا 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 احنا بنعملها ايه? بندوس كنترول سي. وهكيه كنترول الف اللي هي سيرش. بعد كده نحط الرقم الاسم هنا وهكيه نعمل فايند تيكست. اهو محمد اهو. محمد ادالي وبياخد 3650 ورقم تليفون وكزا. معايا? الو? ايه? تمام معاك. انتو معايا. معليش عشان بس والله انكم ساكتين خالص كده? احنا مركزين. اه اه تمام تمام حمد الله. انكت من المايك بس. تمام زي الفل. طب دلوقتي بقى لو انا عايز اجيب الاربع اسامي دولة بس في لحظة كده. نيجي بقى لحبيبة قلبي من هنا اسمها الفي لوكب. بوس يا جماعة. انما نيجي ندوس يساوي او احنا طبعا قلنا ان اي اي اه اه اي معادلة في الدنيا في الاكسل بتبتدي بيساوي. يساوي في ل او اي في لكب. في لكب يعني في لكب تمشي رأسي. رأسي. رأسي ولا عمودي قصدي عمودي. تمام يا شباب؟ اسمها في لكب تمام وفيه هوريزنتل. اه 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 زي اسمي كده بتتلغبط وانت تقعد تتجرب وتشوف ايه الرقم اللي بيطلع الاعلى والاصغر وهكذا. المهم اه دي الفي لوكب. قبل ما تعمل حاجة لازم تشوف اركان الفي لوكب ماشي ازاي. اركان الفي لوكب. مكتوب ايه هنا بيقبص حتى لو تلاحظوا هنا الكتابة تلاقي عليها لون ازرق بس الكتابة اللي وراها تبقى فاضية اه يعني مخفية كده دمد كده داخل الجوه. فاهمين ولا شايفين الحتة دي? اه شايفين. تلاقي التيبو القرية دي مختفية كده. ليه? لان انت لسه في المرحلة بتاعة اللوكب فاليو. اول ما تنقل منها تروح نقل على التيبو القرية وهكذا. تمام؟ بيقولك اللوكب فاليو يا جماعة. اللوكب فاليو انت بتدور بيه? تقوله والله انا بدور بده. وبعد كده لو تلاحظوا لو تلاحظوا. بعد اللوكب فاليو فيه كومة. هنروح دايشين على الكومة. بيقولي انت بتدور فيه. اقول له يا فاندم انا بدور من اول الاسم. انا عايز ايه? انا عايز المسمى الوظيفي. انا عايز من اول الاسم من حد المسمى الوظيفي. شايفين كده يا شباب او لأ? لا افتحوا المايكات انا اسف افتحوا المايكات انا عايز اسمعك او. انا معاك او. احنا قلنا ايه? اول حاجة خالص انت بتدور بايه? اقول انا بتدور بالاسم. بيقولي انت بتدور به فين? اقول انا بدور من اول الاسم لحد المسمى الوظيفي. وبعدها ادوس كما. بيقولي الكلوم index number. الكلوم index number دي. كولوم يعني عمود. النمبر بتاعه. رقم العمود كامل. يعني رقم العمود. اقول له رقم واحد اهو اتنين. واحد اسم الموظف اتنين اسم المسمى اتنين. بعدها ادوس كما. بيقولي انت عايز الحاجة. انت عايز النتيجة. approximate. approximate يعني يعني تقريبية ولا اجزاكت. اقول له انا عايز اجزاكت انا عايزها مزبوطة. تحت واحد. تمام? وبعد كده نروح قافل الكوس. واروح شايفين حصل ايه? قال لي ان محمد ده اداري. سواني كان نكبر الكتاب هنا كده شوية عشان دي تشاف اكتر. تمام اهو. قال لي ان محمد ده اداري. طب بصوا بقى عشان نسحب المعادلة. تيجي طوف هنا شايف العمود الزائد دي كده. بنراح تسحبين الى تحت كده. اهو اداري اداري محاسب اداري. طب تعالوا نشوف. تعالوا نشوف. ايه الاخبار? مين اللي كان بيجرب دلوقتي? اللي كان بيجرب دلوقتي? طب مفيش حد طب خلاص يعني. طب تمام انتو كويسين يعني. احنا كويسين. ميستميم. طب دلوقتي يا شباب اهو. دلوقتي اداري محمد اهو. تعالوا نشوف محمد ده ايه اخباره? محمد اهو. اهو اداري اهو. اداري محمد محمد ده اداري. طب احمد سامير فين احمد سامير? هنا احمد سامير احمد سامير. احمد سيد احمد سيد اصدي فين احمد سامير? احمد سيد احمد 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 احمد. اه طب سعيد 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 فين سعيد سعيد محمود محاسب وهكذا طب لو خلينا سعيد ده بدل ما كان محاسب نخلي مهندس هتتحول هنا لمهندس خلاص كده شباب طب تمام عايزين عايزين راتب الموظف حد بممكن يجي ساعدني احنا ممكن نشرح المعادلة هنا نقول ايه بقى بيساوي في في لك اب اول حاجة الخلية اللي انت بتدور بها بتدور اه لا انا عايزها بقى تبتدي من يعني انا عايزها تبقى كده ايه الخلية اللي انت بتدور بها بعد كده او مينفعش ان انا كتب كده ولا ايه ايه الهبل ده يعني ايه بصوا يا جماعة اللوك اوب فاليو لقى خليها بقى خليها خليها بعد كده نشوفها بعدين بقى عشان موضوع ده كده هيطول انا بنعملها بعدين تعالوا نشوف راتب الموظف الحد ممكن يساعدني في راتب الموظف دي يا شباب انا بجيبها عن طريق الرقم مش بجيبها كده يعني ايه الرقم يعني انا بحدد الاول وعدوس على الخلية اللي فيها الرقم بحيس ان انا وبعدين بادوس اه وباجي بجيبها عن طريق اللي هي اف اكس انا عارف تختاري هنا انا عارف بس اه اه بس المكتب الرقم يظهر للاسم بتاع الشخص تعالي نجربها كده انا معديش مشكلة تعالي بصوا شباب عشان نجربها نوضس وقف النا كده نوفر في العمود في الخلية اللي احنا عايزين ايجابتها ندوس اف اكس ايه ونكتب في اكس ايه ونكتب في lookup d lookup ندوس go ايه زارة الء ايه قال لي lookup ايه بحط بقى في الخلية الاولية الرقم رقم التاني اللي انا عايزها. رقم ايش. تمام. دي اهي. بعد كده. يعني احنا ممكن نحط اسم بدل الرقم اصلا بتبعملها ارقام. كل اسم وندمه رقم. يعني مش فاهم حاجة. ايو ايو المشكلة. ايو مش هتفرق. ايو مش هتفرق تمام. بعد ذا من الاسم مظبوط خلاص. بصها شباب. دي اللي هي ايه. اللي هي الحاجة اللي انت بتدور به. التيبو الري انت بتدور فين. تقول له انا بادور من اول. احنا عايزين راتب المواصف. هنقول له احنا عايزين من اول اسم المواصف لحد راتب المواصف. اهو. كده اخترنا التيب المري. اللي هي الجدول اللي احنا بندور فيه. و بختار عمره ثلاثة. اه بيقول له انت عايزين انه ناتج. اقول له انا عايز واحد. اتنين ثلاثة. انا عايز الراتب بتاعه رقم ثلاثة. ما هتك work zero? وبعد كده يقول له انت عايز اه و لا نقول زيرو. زيرو دي يعني بالزبط. حتى تلاقوا الناتج اهو تلع تلات 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 سلطة مائة وخمسين جنيه. اه تلات تلات سلطة مائة وخمسين. اه بزبط. اي شايفين دي? قبل حتى ما ندوس انتر. ندوس انتر اهو. تمام اهو. ونروح سحبين السابق تحت كده. كده ايه? طلع لنا النواتج. اه دي افضل او دي افضل ما عنديش مشكلة. ممكن نشتغل بالتاني اللي احنا شغالين ديها دلوقتي دي. انا عندي سؤال. اتفضل لك. انا لازم اعمل في كل خانة انا عايزاها فيلوك اب. ليه ما اقتلش اسم محمد وينزل لي اسمه المسمى الاداري والمراتب والموبايل مرة واحدة. بس اقول لك على حاجة. معادلة كده? اه في معادلة اوكي. بس ايا دي. على فكرة معادلة دي لسه قريب على فكرة معادلة دي لسه كانت معمولة في 2021. يعني معادلة دي لسه مش مش يعني عصد ايه. لا انا بشتغل تعمل زمان نقفلو خمستاشر. نعم. اللي هي ايه المعادلة دي ولا المعادلة فيلوك اب? فيلوك اب او. الجديدة وصغيرت بيها. الفيلوك اب دي من زمن. الفيلوك اب دي من الفين وعشرة. ما لقاني المعادلة جديدة. انا بتكلم المعادلة التانية دي لسه نزلة جديدة. عشرين واحد وعشرين. هواري كده بقى. الوزد لي كله مرة واحدة? اه اه هواري هاري كده بقى. طمام? اه دي هاريت انا عايزة. بصة شباب. اه احنا بس بنشتغل عالفيلوك اب لان لان الناس اغلبيتها عندها لحد الفين وتلاتاشر وعفين وستاشر. هل هنا يا جماعة حد عنده تختمية خمسة وستين او الفين وعشر واحد وعشرين? ايه. انا. انا. اه مين? انا انا. انا. انت عايزة ايه يا علي? الفين واحد وعشرين. اه يعني انت عندك ايكس لوك اب يعلي. اه. طب كويس او. ماشي. يعني احنا انا قصدي ايه انا قصد يا شباب ان فيه الناس لحد الان لحد الان عندها الاكسل لحد الفين وستاشر وعفين وتسعتاشر. عايشين واحد وعشرين لسه ما نزلش. انا اللي انا شغال عليه ده تلتمائة خمسة وستين. فاهمين قصدي? طب تعالوا بقى نشوفوا الرقم موبايل وبعد يقول لكم المعادلة الاخيرة دي. الرقم موبايل هنعملها ازاي? هنيجي ندوس على اكس كده. ونروح كدب ايه. نروح كدبين بيه. كده. وندوس جو. اهي ندوس عليها مرتين اهي? بيقول لك انت بتدور بيه اقول لنا انا بدور بدي. قال لي انت بتدور بيها فين? اقول له انا عايز من اول اسم الموظف لحد رقم الموبايل. خدوا بالكم يا جماعة. اللي انت بتدور بيه لازم تبتدي بيه في الجدول. يعني انت بتدور بالاسم. ما ينفعش تبتدي من اول المسمى الوظيفي. لازم تبتدي اول حاجة الاسم. ولازم لو انت من الشمال اليمين تمشي كده من الشمال اليمين. لو انت الاكسل بتاعك من الشمال اليمين تمشي من الشمال اليمين. لكن لو انت من اليمين للشمال تمشي من اليمين للشمال. يعني ما ترجع ليش لورا. يعني مسلا ده اسم موظف تقولي انا عايز اجيب رقم موظف مش هيتجيب نتيجة. انتو سامعيني ولا ايه? ايه. تمام كده يا شباب ولا ايه? تمام. تمام. فاسم الموظف ده كده نقف عليه كده ونسحب لحد رقم الموبايل. ونقول له ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. نقول له انا نم دي نقول له رقم اربعة. وبعد كده نروح دايسين زيرو. كده تمام قبل. كده جاب لي ارقام التليفون. حد اللي شوق في حاجة حد كده مش فاهم حاجة في الفيديو. تمام. تمام كده. انا اكيد في حد نايم كده او في حد مش فاهم. صدقوني. ها? بالنسبة لك حددت رقم تلاتة اللي هو انا ببحث عن حاجة اللي هي راتب الموظف بس. طيب الاندكس نامبر ده ينفع حددتها اكتر من عمود. لو انا ببحث عن اكتر من معلومة. هو انا اتقوم بقى عمودة كمان. فاش تدور في كل. تمام. تمام كده? تمام. تمام تمام. تمام كده? تمام. طب تعالوا بقى نشوف بقى المعادلة اللي كانت جاد نجاح كانت عايزاها. بص يا نجاح خليكي معايا بقى. انا حضرت. احنا دلوقات ينروح مسحين ده كله. في بقى معادلة اختراعي يا نجاح. بتساوي. احنا طبعا قلنا فيه لكب واتش لكب. يبقى اللي جاي اكس اكس دي عن رقم مجهول يقول لي بقى ايه. بيقول لي اللوكاب فيليو دي في كل حتة. بتقولو انت عايز تدور بايه. اقول انا عايز تدور بدي. باسم الموظف? طب انت عايز تدور بايه اكس. انا عايز تدور هنا. بس لا انا معلمتش. انا علمت بس على اسم موظف بس. ركزي. تانين. بعد كده بيقول droite انت عايز اني نتيجة. قولة انا عايز التلتة دولار. دوس انتر. جبل التالية. نسحب لتحت. جبل التالية. خلصت المعادلة. السواني السواني. حدك دست على اسم الموظف? بلون. وبعدين كده دخلنا على الموظفة الوزيفة لون تاني خالص. انا متأكد ان انت هتسألين. بص يا ستي. اكيد طبعا انا استجددا عليك. بص يا ستي. احنا هنمسح 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 كده خالص. اسمع علي. بعدما انت عندك عشرين واحد وعشرين. ركز بحيطة لين. خلاص. معاك. 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 دوسي ساوي. ونفتح كده اي. اي. اتنى. اي. اي. انا نفتح هكاية من اول هنا. بيقول لي ايه ده سواني عشان بصد اه. اي اي. اي. يقول لي انت دي زي برضو في الوكب على فكرة. هي هي. انت بتدور فين اقول وانا بدور بدا. اللي قلت عمد بن احمد رياض ده. يقول لي انت بتدور اقول له هنا. بس. ما قال لي هو قال لي هو ما قال لي فاهمت? المرة اللي فاتت في الفاهمة اسمها فالتيبل دي احنا بنحضر له يعني بقول له دور لي في الجدول ده. فاهميني? لكن ده اسمه الحتة دي الاسم ده لقيه فين? هقول له هتلاقيه هنا في الجدول في العمود ده. الريترن قريبا. انت عايز اني نتيجة. ممكن اختار المسمة بس على الفكرة. بس ممكن اروح معلم على التلاتة كده. اه. وندوس انتر. جاب لي التلاتة. ونسحب لتحت. ما حدثش بقى رقم عمود ولا زيرو فيه. ولا اي حاجة. اه. دي اسهل بكتير. بسمها اكس لكب. اكس لكب. اكس لكب. بدل في لكب اكس لكب. دي ما بتبقاش موجودة في اثنان تلاتة. لا 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 دي موجودة من الاول عشرين وهال وشرين. لما ما هي اتش لكب دي? اتش لكب. اسمها اتش لكب. اتش لكب ما سوى. اتش لكب دي بالعرض. يعني دي بالطول. دي طولية. والتانية عرضية. عرضية يعني. بص يا سيتي. نجدي كده كوبة هي. نحطها هنا كده. نحطها هنا كده. ونجيب رقم بدي فين? بدور بدي هنا. اه قصلي من اول هنا الهنا. الرو بس كده. ده الري بس كده اهو. الرو انديكس نمبر اللي هو رقم واحد اهو. وبعد كده. اهو. جاب لي النتيجة بتاعتها. يعني جاب دي دي. الرو اللي هو الرو. بس بص اقول لك الهجة الاتش لكب دي. دي ما اعتقدش ان الحد بيستخدمها خلصة. بقى كله بيستخدم دلوقتي. يعني بقى كله دلوقتي شغال على دلوقتي. بس دلوقتي دلوقتي. بس دلوقتي دي حاولي تنزلي بس اقول لك على حاجة صح? بصوا يا شباب. لحظة كده اوليكم حاجة. انا في دلوقتي دي بقترى مش معادلة في كل عمون. الاتش لكب دي عمل معادلة في كل احاجة. بصي هقول لك على حاجة انا بس انا قفلت على في تخشير عندكم. لحظة بس انا بقول لك. الاتش لكب دي بجيبها كلها مرة واحدة دي جدا جدا. نعم. الاتش لكب دي لما نجيبها كلها مرة واحدة دي حلوة قوي. بص يا ستي. قويس كده. بص يا ستي بقى بصي. شايفة ده انا. انا عاملها من ثلاث سنين. من ثلاث سنين. انا ان انت تضيف اكس لكب عندك حتى لو عندكم اي نوع اي نوع اكسل. والله. اه. اه. ممكن تبعطينا الرابط. ايوه. الفيديو ده بقول لك يا جماعة. الفيديو ده يا جماعة اللي عايزي جرب. الفيديو ده انا عامله انا عامله من ثلاث سنين. الفيديو ده يفيدكم وانا اخده كده. وابعته لكم على. انا شفته. نعم. شفته. شفت الفيديو اه. بس انا بس يحمل اوه كده وابعت لكم حاضر. اوه. انا مش في الجروف بقى مستر. حاضر يا مستر. حاضر يا مستر. حاضر يا مستر. بش. ده انا جد له. ده معي في الشغل ده يا جماعة. ده زميل معي شو. بش يا شباب. مضفنيش انا بقى حاضر. بش يا شباب. بص يا شباب. دي كده اه كده احنا خلصنا الحتة بتاعة البي لقاب والاكس لقاب. تمام? تمام. من فضلك ممكن سؤال قبل ما ننتهي لها حاجة تانية. اه طب. وبس الفريق الجوهري بين اكس لقاب والبي لقاب والبي لقاب بيتمكننا ان احنا ندور على معلومة واحدة بس في جدور واحد يعني كلهم انديكس نمبر هيبقى كلهم واحد بس. ايو بزبط بزبط. لكن اكس يبنحض دكتر ولو كولم صح? صح. شكرا على فكرة. والاكس لقاب على فكرة بتعمل حاجة اسمها الراي. بص كده لو تلاحظ لما بجعب هنا كده مش بتلاحظ كده ان هي تعلمت كده عليها. يعني بص لو انا جيت كتبت هنا حاجة. بص لو انا كتبت هنا حاجة هنا. قال لي هنا سبيل. سبيل يعني غلط. المعادلة غلط. يعني لازم التلات اللي هي المعادلتين دولة تيبقوا فاضيين. ودخيل لو انا جيت مساحة ادارة دي. بص اللي هيحسن. هيتمسحوا التلاتة معاها. الاتنين التانيين. فاهمين? بتربط ادهت عموميت ببعض. صح. هي شمع. ديناميك يعني اللي هي بتسيب لك يعني ايه. ديناميك دي اللي هي حاجة ديناميكية. اوتوماتيك. اللي هي ايه. انت عايز تلات عمدان فانت لازم تبقى مفردين لي تلات تلات خانات. بس كده. على فكرة الديناميك الراي ده. الديناميك الراي ده. دي ظهرت. ظهرت. من اول الواحد وعشرين. وهكذا بقى. دلوقتي بقى كل المعادلات دلوقتي بقى اسمها ديناميك. بقى كله ديناميك. خلاص? ما بقتش بقى في المعادلات القديمة بتاع الزماني. تمام كده? آآ نتوقف على الله. اه. في الاعلم على العمود. العلم عن العمود اللي انت عايز تجيب بتاعته. انت في اللوقع اب الري. نعم. في اللوقع اب الري. في اللوقع اب أنا أعلم على العمود لا أعلم على الخانة التي تريد أن تستخدمها لذلك هذه الخانة التي تستخدمها دور بالقيمة ليس بالعمود كلها دور بالخلية إنما اللوكب الري هذا هو الأسماء وهذه العمود التي تستخدمها لذلك التي تستخدمها تمام الرتر والرترن اللوكب الري التعلم على 3 عملين أو عمود أو أي مكان الفرع بين اللوكب الري أي ماذا؟ اللوكب الري هذا العمود التي تستخدمها لذلك نقول مش احنا قلنا انت يتدور باسم الموظف انت بتدور بيه عندك دلوقتي باسم الموظف باسم الموظف انت بتدور باسم الموظف صح في الجدول التاني يبقى بتدور الـ lookup R يبقى تعلم على العمود بتاع الموظفين تمام الـ return R ده الناتج لو هو zero يبقى لو هو zero لا لا مش zero علم بقى على العمود التاني على العمود التاني بتعايز تجيل نتائج اه جاء تمام ايه ايه نو بس انا كده كده الـ lookup حطيتها لكم على الـ على الـ whatsapp اللي مشوفوها لو خرجنا ارجعوا تاني خلاص نفس اللينك شباب انتم معي بصوا شباب الحاجة اللي جاية اختراع الحاجة اللي جاية اللي انا هشرحها دي دي في كل لغات البربقة فبالله عليكم محتاج بس منكم نص ساعة بس وهتفهم كل حاجة تمام مالش ممكن حضرك تعمل معنا بس الـ lookup RDI بسرعة بس اعمل هلك بعد الـ يعني بعد المنافل لما ترجح هاعدها لكتاني خلاص المحاضرة دي مسرجلة ايه طبعا ايه بعتها لكم انا بعتلكم انا بعتلكم المحاضرة الاول شباب فدلوش لو احنا خرجنا ارجعوا على طول على نفس اللينك انا بس ان شاء الله اللي انا اشرح لكم بعد الـ بعد الـ اشرح لكم حاجة بتحصل في كل لغات البرمجة فبالله عليكم ركزوا الموضوع دي يفيدكم كتير او انتوا معايا كيه يا شباب معايا كيه يا شباب تمام صدرا بص يا شباب معليش هو ميلي كان يكلم معايا على الـ lookup تاني اللي انا عيدها تاني ايه انا محرر نور دين بص يا نور احنا هنمسح ده كده خالص خلاص تمام احنا بندور بايه بسم الله ندوسي ساوي x look up x look up ايه ايه اول حاجة خالص بيقولك انت بتدور بايه اقوله انا بدور باسم المواصف محمد ده عاكيه ادوس كومة ايه ده كومة قال لي انت بتدور فين اقوله انا بدور على محمد في اسام الموظفين اهو الكونام اللي هو اسم الموظفين عاكيه ادوس كومة تين انت عايز مين انت عايز نتايج ايه اقوله انا عايز المسمى الوظيفي بتاعه وردبه ورقم موبايله وادوس انتر واجاب لي الحاجة امم ايه رأي كانور كده كويسة تمام كده بتغفر عن دي اقو دي اقو دي اقو دي اقو ان ما بنختارش تيبل قريب صح كده ايوة انت ما بتحددش ما بتحددش تيبل انت بتضع باسم محمد في اسام الموظفين وتجيب لي النتيجة بس كده تمام بس كده نتوكل على ما نخش على اللي جاية ماشي خليكوا لاحظة معي يلا يا شباب شباب شعبا اه نتوكل بقى على الله احنا بس عايزين نخلي دي صح عشان ايه نعملها احنا نسينا احنا عايزين بس نعملها عشان انا ايوة عشان لما اجع بعتها لكم خلاص اهو اه نروح بقى مسحين دي كده ونروح ونخلي دي كده اه اخليها كده عشان تبقوا انتو شايفين الحتة دي ونيجي بسم الله الرحمن الرحيم عند شيت وان الامر بتاعنا تعالوا الاول بس اه اشرح لكم حاجة بس قبل ما نتكلم في دي بص يا شباب فاي لغة برمجة انتو معي صح انتو سامعيني تمام اي لغة برمجة لما بتيجي اه تقولوا لو سمحت لما تيجي اه مثلا روح عند البقال لو لقيت لبن هتلي كيلو لبن طب لو ملاقيتش طب شوف جبنة طب لو ملاقيتش طب شوف اه زمادي طب لو ملاقيتش وهكذا هي دي لغة البرمجة لغة البرمجة بتبقى ف وزن ف وزن اللي هي ايه لو لقيت كذا اعمل كذا طب لو ملاقيتش اعمل كذا طب لو لقيت اعمل كذا وهكذا انتو فهمي حد فهم حاجة؟ تمام لا انتو اسكدتوا ليه؟ لا افتحوا المايكوت هتدور على اي نتيجة انت عايزنا النسبة تناب ده افتحوا المايكوت كنا عايز اسمعكو تمام انتو سمعيني كيه شباب؟ يعني انا بتكلم في ايه؟ ان احنا دلوقتي بنتكلم في حتة ايه؟ اه احنا هنعمل حاجة طب لو حصل لو حصلت اعمل كذا طب لو ما حصلتش اعمل كذا على فكرة جماعة دي في كل لغات البرمجة يعني مش في الاكسل بس دي في كله انتو معايا؟ خليكم معايا بالله عليكم يعني خليكم كده فتحين المايكوت كده عايز اسمعكو استو في بقى لايه وبتحصل في الخلفية خليناها تنفسني انا فيه ناس باسمعها عيال بتعيط وتليفزيونات شغالة انا مقدر والله بص يا شباب يعني مثلا هقول له ايه مثلا هقول له خمسة مثلا هقول له هل الرقم ده بيساوي خمسة؟ طب لو اه اكتب لي يس طب لو لا اكتب لي نو قال لي فعلا ده خمسة فعشان كده قال لي يس طب لو هرا كده تبتله تمانية قال لي نو و هكذا فاهمين قصة يا شباب او لا؟ طب دي نستفيد منها بايه مثلا؟ هقول له مثلا ايه؟ ده اسمه محمد هقول له هل اف اه ايه؟ ده الشرط هل الخلية دي بتساوي كلمة محمد؟ طب لو اه قل لي صح قل لي ايوه طب لو لا اه قل لي لا مش محمد مش محمد اه اه قال لي ايوه ده محمد طب لو كده ترو مسلا احمد قال لي لا مش محمد فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام؟ حلوة حلوة دي كده صح؟ صلاة النبي احدا طب 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 تعالوا بقى نقفل بقى الكلام ده كده؟ التحدي فاهم حاجة صح اللي انا بقوله صح ولا ايا يا جماعة؟ جميل بس يعني استفيد منها بقى يقول لي مش كده هقول لك هذا طب خلاص كده يعني هتستفيد منها بقى؟ مني بيقول لي مش هتستفيد منها بقى؟ انا شادي يا عم شادي انت لو عرفتها هتبقى اتغلت بحياتك بيها اسألني انا فاهم الامر اللي اتحك i بيشترا يا كنز تما شوائي ثاني اهو اهو استنى استنى بسم الله تعالى كده عم شادي كده خليك معايا يا شدي ما تقفلش المايك لا يطلع لي كده عالسطح اهه ما حضرت خليك عالسطح كده معايا بص يا شدي دلوقتي بيقولك ايه بيقولك انها قل من ستين ده اسمه راسب ومن ستين في ما فوق يبقى مقبول واللي اكبر من سبعين في ما فوق مجيد واللي اكبر من تمانين في ما فوق جايد جدا وفوق التسعين امتياز انت كده فهم كده يا شدي صممم اه تمام عارفك يا شدي ده بيحصل فعلا في الجامعات وفي الكنترول وفي كل حاجة ده فعلا ده بيحصل ايه بقى مشادي بنقول ايه بقى يعني بيقولك اللي اقل من ستين ده راسب خليك بقى معايا مشانا قلتلك اف هل ده اقل من ستين صح كده تمام طب لو اه بص ركز احنا بنتكلم في تيكت في تيكنيكل دلوقتي ده اللوجيكال تيست اللوجيكال تيست يعني الشرط انت فينك يا نجاح نجاح انت فين انت انت مش معايا صح اللي انت بتكتبه باختفي من الشيط اللي من تحت يا محمد صح اه اه لا يبقى ثانية ثانية يبقى انا ممكن انا مش عامل شير انت معايا يا نجاح صح ولا ايه ايوة ومعاياك واللهي اه اصلا انا لقيتك لا انت عامل شير يا عام انا عامل شير اهو كده كويسة ايوة خلاص كده يا شباب بص يا شباب بس انا ادي انا عارفاها بس ما بحتاجهاش كتير في شغلي اه لا اواف انا عايز اقولك على حاجة صح نجاح مش احنا عملنا بلوكوب اه وعملنا صام اف قبل كده وعملنا كونت اف انت تعرف يا نجاح ان انت ممكن تعملي بلوكوب جوه اف بلوكوب جوه اف تخيالي بقى وده هيبقى الشرطة بتاع ايه يعني هقولك انا ده انا هقولك ده لليلة كبيرة سبوري بس انا جاح وانا يعني اقولك شات حاجات حلوة بص يا شباب انا شادي خليك ماء على السطح بعد اذنك معاك انا بجمع درجات برضو زي زي بس حضرتك احنا هنخلص ديت وتقولي بقى الفي لوك اه الفي لوك عبدو دي مع الافة واززي اه 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 بصوا شباب بصوا شباب بنقولي افة ايه اف هل بيقولك اقل من ستين ده راسب هل ده الرقم ده اقل من ستين ده ده على فكرة ده رياضة لحظة كده جميع بصوا شباب بصوا شباب دلوقتي اللي اقل من ستين ده بصوا ده اللي جيكال تستي اللي جيكال تستي يعني الشرط هنروح ليسين كومة قالك value if true يعني لو لو تحقق لو قال من ستين واتحقق قوله ده اسمه راسب طب لو لأ يبقى ناجح صح يا شادي او ايه اه زي اف اثر وايز مثلا اف اثر وايز يعا yeah i have two eyes and i can see تمام كده شادي شادي اه تمام راسب عشان هو قال من ستين تمام كده ونروح ساحبين تحت كده قالك ده راسب اثنين واربعين قال من ستين سبعة وخمسين قال من ستين واحد وسبعين ناجح التلاتة واربعين نراسب سبعة واربعين نراسب صح كده فادت هيش ويعجINE بأنت جد ايه فادت كويس يعني هيك يعني كويس شارط واحد دا شرط.. نعم.. دا شرط واحد طب طيالقي نبقmaker ، من الم wollt hta understand ان اكل اكبر من ستين وسيكون المقبول ولو اكبر من سبعين ولو اكبر من ثمانين يكون جيد جدا ولو اكبر من تسعين يكون ممتاز دا أنبقى دا تونك 13 للنفس بالظبط وفي غير من 60 deux champs هplaces الن mes طبamy يا شباب? معي يا نجاح? حضرتك انا بعرف اعملها من 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 ايه? من اف اكس. بصي مش هاكدي بعليك يا نجاح بصي. كل الناس. احفامي. نص جمهاتك تعملها كزا. بص كل الناس. كل الناس. كل الناس بتخش في حياة كل الناس بطريقة. بص يا سيد. اللي انا قصدي عليه. ان دي مع الشروط الكتيرة هتلغبط. هفهمت دلوقتي اغلبية اغلبية يا نجاح. الناس اللي بتتعمل في ال اكسين بتعمق. تلاقيها اشتغل بيديها. يعني مش بتخش في اكس كتير. لان هم. بحاول والله ما اعرفش بتديني ايرول في النهاية مش فاهمة ليه. ان شاء الله تبين معي. اكيد بعلاك تتوامل معلمة التنصيس مش فاهم. احشوا في دلوقتي. بص يا سيد. هنقول لي بقى بيساوي. اف. لو ده اقل من ستين. اذا. 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 اهي. فاليو اف ترو. يعني الترو لو ده تحقق. ام. لو ده تحقق. يبقى راسب. صح كده? يعني اعمل كمه على متين تنصيس دول اهم حدا. اي كتابة. اي كتابة. اي كتابة. تمام. اي كتابة مش. اي كتابة. جوه اه اي كتابة ما ينفعش تكتب لوحدها. لازم تكتب ما بين علامتين تنصيس. تمام. ما عمش علامتين تنصيس يعني ايه بالانجليش يعني ايه? كوتيشن? دابل كوتيشن. كوتيشن دابل كوتيشن. اه. لازم تكتب ما بين كوتيشن. تمام? هي علامات التنصيس ده بتيجي من كيبورد ازاي? شفت جمب شفت تنصي. اللي جنب الانتر. اللي هي عندي الكاف بين المعطقة? اه شفت كاف. اه شفت كاف. اه شفت كاف. اه شفت كاف اه. تمام كيا يا شباب? لا بص بص ركزوا معي. اللوجيكال تست. اي شفت طه يا بشماني. نعم. شفت طه. شفت طه. معليش هنأيسب انا عندي كيبورد ازاي. ماشي. تمام كيا شباب? تمام. ايه اللوجيكال تست لو اقل من ستين. اذا باليو اف ترو يبقى راصب. يعني باليو اف ترو يعني ايه? يعني لو الشرط ده تحقق يبقى راصب. تمام? ترو. طب لو ما تحققش ندوس الكومة. هنعمل اف تانية. ما اف تانية. صح او غلط? ما احنا بنقول له. اعمل اف تانية. ايوة ما بنقول له ايه? لو دي اقل من ستين ركزوا هنا. لو اقل من ستين اذا نراسب. تمام? لكن لو لو اكبر مقدمة بعد كده. لو اكبر من ستين اهو بص بقى. اف. لو ده. اكبر من ستين. اكبر. الله في ايه وهنا بكده. اه ده عربي اهو. لو اكبر من. لا. لو اكبر من سبعين. بص 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 اسمعوني يا جماعة اسمعوني. معايا نور دين ولا? نور. اكبر او يسوي. بص شباب. ونور مش موجودة الليه. ونور بيبلغ ان انت عنده بص ضعيف جدا هو صحبي. اه ماشي ماشي تمام زال فل زال فل. بص يا شباب. احنا بنقول ايه? لو ده اقل من ستين اذا اذا ده راسب. فكده اقل من ستين. يبقى الشرط اللي بعد اكيد اقبر من ستين. انتم معاي او ايه? اه معاهرات. يعني لو اقل من ستين ده كده خلاص راسب. يبقى بعد كده طب اللي اقبر من ستين ده يبقى ايه? فاهمين قصلي ولا لأ? معبول. بالضبط. لا. احنا بقى لسه هنقول بقى هون. اللي اقل من ستين فكده راسب. بعد كده اللي اكبر من سبعين ركزوا. يبقى كده ما بين الستين والسبعين لو اكبر من او بيساوي سابعين خلينا اكبر من سبعين على طول لو اكبر من سبعين اذا ما تقبول طب لو لا يبقى اف تانية لو الرقم ده لو المجموع ده اكبر من كام حد يقولي اكبر من سبعين اما اكبر من تمانين لو اكبر من تمانين اذا يبقى جيد جدا جدا لو بصوا حاجة اسمها طب لو لا يبقى اف رابعة اف رابعة لو الرقم اكبر من سبعين اذا اكبر من تمانين لا لا سبعين انا لحظة لحظة احنا قلنا ايه لو ده اصغر من ستين ولو ده اكبر من سبعين ولو ده اكبر من تمانين اه ولو ده اكبر من تسعين اذا ممتاز ممتاز طب لو لا لا احنا مقناش كده لأ ثانية ثانية احنا مقناش الجايد اصلا طب يا جماعة انا معلش انا اسف انا عادة بنقول خبص معلش انا 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 اتفت انا اسف انا اسف انا اسف بص شوية معلش انا اسف 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 ا لو ده أكبر من سبعين إذن جيد أنتوا معي صح؟ أنتوا سمعيني صح؟ طب لو لا مقبول مقبول يبقى جي تو أصغر من سبعين لما مقبول صح؟ لا لا هي أكبر من سبعين يبقى مقبول لا أصغر من بقى ولا أياه؟ سعويني أنا مع رشرة كان جالي تليفون أنا أسف أنا أسف أنا أسف جدا أنا أسف جدا ولا هيما حضرات أنا أسف أنا دخلت مع رشرة كان في بس حاجة معي أنا دلت لقبط أنا أسف لو ده أكبر من أصغر من ستين إذن راسب بعد كده طب لو لا يبقى ف تاني لو أقل آي ما معلش أنا أسف لو ده أقل من سبعين ما معلش أنا أسف يبقى مقبول طب لو لا يبقى ف تالتة لو ده أقل من أقل من ثمانين طب معي أو لا يا شباب يبقى جيد جدا آه يبقى جيد يبقى جيد يبقى جيد ما هو أقل من ثمانين مش مش آآ مش آآ مش آآ مش آآ مش أكبر من ثمانين أيوما حضرات يبقى جيد طب لو لا لو ده أقل من إحنا قلنا إيه ثمانين يبقى أقل من تسعين تسعين يبقى جيد جدا طب لو لا غير كده ممتاز لحظة بقى جيد جدا طب لو لا يبقى ممتاز صح يبقى كده أهو ممتاز أهو بصوا بقى ركزوا بقى بصوا إحنا فتحين كم كوس هنقفل واحد بصوا لو تلاحظوا هتلاقي كل ما الكوس يتقفل هتلاقي فيه الكوس اللي معاه ده بيلون يعني هنقفل أول كوس أهو ده لون الثاني الثالث الرابع ندوس انتر ونسحب لتحت تعالوا بقى نشوف نتايجنا نتايجنا صح ولا غلط صح ولا غلط تعالوا بقى نشوف بقى كده ده اسمه جيد جيد ده واحد واقع في الواحده سبعين واحده سبعين من سبعين لثمانين جايد صح كده طب ده مقبول مقبول يعني جايب ستين ونص يعني ستين بالزبط مقبول طب ده جايب جدا جايب جدا يعني جايب خمسة وتمانين اه من خمسة وتمانين لتسعين جايب جدا طب في حد هنا جايب امتياز طب لو انا جتبت هنا مسلا 100 كتاب لي من ممتاز فاهمين كده يا جماعة ولا معلوش انا قاسب بس طلبطت في الاول بس معلوش كان فيه كذا حياتك انا قاسب كده امام كده شاباب ولا ايه حلوة اوي طيب لو عندنا قصمة يلون قصمة اللي هم قبلوهم باللون الاحمر? لا هو لو في اكواس نقصة بص تعالك انا نجرب صح اشان ما اجربتش اهو تعالك انا في كوسين مسلا نزلين دوس انت بص هيقول لي لأ انت في اكواس لسه ما قفلتاش فهدوس انت هو هيزبطها لي يعني لو في اكواس انت نسيت تقفلها اول ما تدوس انت هيقول لك على فكرة انت نسيت تقفل اكواس فيقول لك ديونت كوريكشن كوريكشن لا تصحيح او يعني انا مسلا نسيت كوسين مسلا ودوست انت بيقول لك اي دي وانتو اكسبت زا كوريكشن اللي هو يعدلك التصحيح ده فتقول له يس فتطلع لك النتيجة فهمتاني? طب هل بيكون كاتب الكوريكشن هيعمل ايه ولا ايه اكواس خلاص? يعني مسلا ممكن ايه يحصل مرة ان هو ده يبقى غلط? يتصرف من دماغه يعني? بيقول لي ايه بص we found a typo in your formula and try to correct it بيقول لك بص انت ناسي انت هنا عمل كوسين هنا بيقول لك فيه اربع اكواس فبيقول لك انت لقلت له نو مش تطلع نتيجة او لو قلت له او دوست انتر هو قلت له نو قال لك this formula is missing opening or closing parentheses اللي هي الاكواس ايه باية برانتاسيز دي لها انت نسيج تقفل الاكواس فيه كوس هنا بتلون بالاحمر تريب ان هو قبل جيس ري لا عادي ما هو كل كوس بيتقفل اهو ما الاكواس لازم تتلون ما هو انت فاتح اربعة اكواس ففيه كوس بالاخدر فيه كوس بالموف فيه كوس بالاحمر فيه كوس بالاسود ايه يعني مالهاش دلالة الاكواس ديلا. لا لا مش 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 اخطاء لا مش اخطاء تمام بس كده حلوة كيها شباب هروة جدا. او شفت يا نور انت ده نور صح نور. لا شادي. لا اله الا الله يا شادي. ما عنيش اصوات بس انا اسف. لسه بس بمعيز الاسوات. انت شادي انا هنعمل ليه في الحتة دي صح او هنستفيد. قلت دي انا لو قلتلك هتفيدنا بيه. اه بزبط كده. اه دينيا كده كويس شاباب. على فكرة انا ممكن بقول لكم على حاجة تانية مسلا. يعني مسلا اقول له ايه مسلا بصوا يا شباب. اه بش مهندس. معيها. طيب ما عليش يا باش مهندس ما تقال سؤال في المعادلة. فضال يا اوه. طيب ما عليش نخش على المعادلة. ليه قبل كلمة ممتاز ما عملناش اف برضو وفتحت الفوس. لأ. وان اكبر من تسعين هنتبقى ممتاز ونقفل. لان دي ممكن تمشي. بص يا ستي. بص احنا قلنا له ايه. اللي اصغر من تسعين فهو جاية جدا. صح? تمام. اقل من تسعين اهي. تسعين اهي. اقل منها جاية جدا. فكده مش فاضل غيرها. طب والله اكبر من تسعين يبقى بفوق التسعين كله بيبقى ممتاز. طب انا لو حطيت اف ايه يجرى حاجة للمعادلة ولا برضو. اقول له ايه. لو اكبر من تسعين. اذا ممتاز. طب واللي بعديها ما هو بصي ما هي الاف اللي بتقفل تلاتة. هنحط الشرط اللي هو اف اكبر من تسعين. ده كده الشرط. بعد كده نقوله ممتاز. ان هو كده الشرط تتحقق. طب لو لا. طب لو طلعت اكتر من تسعين هنعمل ايه? اه لازم اقفلها يعني. هيك اتقفلت هيك اتقفلت. هو بيقولك فوق التسعين بقى. يعني لو حطينا هنا متين. لو حطينا هنا متين. او متين. بقيت ممتاز. تمام. تمام. اوكي. ممتاز. ممكن نضيف نحط لها بقى كل واحدة لون. انا معايك يعني مثلا ممكن نحط هنا كده نعلم على اليوم كده. لا لا انا بتكلم ان هل في الفيلم معادلة ان ممكن اقوله ان انت مثلا لو كده بدل ما تديره مثلا ممتاز. كمان تلونه بلون مثلا معين. هل دي في. هتبقى دي في الكونديشنال. يعني هتبقى هنا كده. هتعلم على الحتة دي كده وتروح دايس كده. هايلايت. بص. اللي هي اكوال توماس. خليه اكوال تو. ونروح كده بلون الاحمر. انت فهمتني? ممكن نخلي مثلا اكوال تو. اللي هي اكوال تو اهي. ممتاز. نخليها باللون. باللون الاخدر اهو نعمل كاستم اهو كاستم اهو كاستم. ونخليه باللون الاخدر ده كده ونخلي الفونت كده باللون الاسود. ونخليه بلد بلد يعني تخين كده او غليز اهو. لو عملنا هنا مسلا دي الفين مسلا. هتبقى دي ممتاز بص. خلت بالك. تماما يا حمص. هتبقى كويس اي انها متنورة. الالوان دي تاني. نعنش الالوان دي تاني بعد ايضا. حاضر 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 اصدقى انا ايا لك يا بص. لا لا ايا لك يا بص. بص هنعلم على دي كده. تمام. وهنعمل كونديشنال فورماتينج. بنختار كلمة هايلايت. هايلايت يعني لون. لون لي. تمام. وهو نجد. اكوالتو اكوالتو يعني اكوالتو الكلمة بالزبط. يعني هاتلي اللي بيساوي الكلمة دي. ودروح يكتب هنا ممتاز مثلا. ونعمل كده مثلا. كاستم فورمات. كاستم دي يعني انت بتعوينيها بمزاجي. فل. هنخليها باللون لاخدر. والفون. لا معنش كلمة ممتاز انت ربطها بايه. باكوالتو. انت قلتيني اكوالتو. وبعدين هو عارف من انه دي ممتاز. ما هو انا كدبتلو كلمة ممتاز يا انا جاي. دي مش شايفة. طب اعلمنا بروح ايه. كونديشن. هايلايت. تمام. وبعدين اكوالتو. مفيش حاجة هي هي فاضية هي فاضية. فاضية. هنا فاضية. ممتاز. تمام. اي 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 اي. ونختار مسلا كاستم دي لاننا بنلونها بمزاجنا اهو. فل. اخدر. ونخلي الفونت باللون الاسود اهو. اسود. ونخليه تخين شوية. فوق بولد اهو. بس اهو. ندوس انتو. امم. يعني بمجرد لما اجي اعمل هنا كده مسلا. هيظهر لي كلمة ممتازة تبقى مخدرة. حلو كده جمعة? ممكن على الراصب بردو والمقبول وجايد اعملو اي اقوالتو ولا ضيبة انت. اي ما هو انiotه اي لسه هالله. اهو انعمل كده اي اقوالتو اهي راصب اي اصدل. اهو راصب اهي اهي سبب او يا جماعة حد تفهم حاجة ولا حد تشفهم حاجة ولا ايه. بس هنا في الهيلايت فورماتينج شرط واحد بس لكل اوبشن. ايوة ما انا هعمل شرط واحد. ما ينفعش زي ما احنا ما عملنا اف وبعد كده كومة وبعد كده اف. لا لا لا. حتى بص احنا دلوقتي عاملين كده شرطين. راصب وممتاز. فتيج في الهيلايت فورماتينج في حاجة اسمها مانج رولز. اهو في اتنين اهو. تماما. فممكن بقى في حاجة ممكن تعمل لحاجة اسمها دوبليكترولز معاش كده تعالى نشوف دي كده. اهي. ونخلي بدل نخليها بدل لون الاخدر دي كده. اه نخلي كلمة بدل ممتاز دي مسلا نخليها ايه مسلا? اللي هو اهو. لا لا لا. اهو. نخليها كده. ونخليها مسلا جيد. حطها ما بين كنتيشن. ونخلي دي مسلا باللون البرتقالي مسلا. ندوس انتر اوكي. اوكي. اهو. ايو ايو. كميل. احنا عادين بقى عملين نلون بس. كده كويس كده يا شباب? كميل. كده مبسوطين يعني ولا ايه? الدنيا كده كويسة? او جميلة. ايه. عشان انا قاعد اف بصراحة. انا لما باجا شرحها الحد بيقض يعطل معي شوية. انا ده راح يلو اقول. بصوا بقى يا شباب. انا عايز بس اوليكوا بقى حاجة عشان بس تبقانتوا شايفين. بص يا شباب يا جاه عشان انتي انتي قلتلي كمال ان في 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 لوكا بجوة اف. بص يا سيتي اهو. هاجيب النتيجة هنا في الحتة دي كده في الصفرة دي كده. هقوله بيساوي اف اهي. هم? بقوله لو ده. لا بس الرقم بس اسم ده كبير اول. لا ده الاسم ده كبير جدا. عايز اخد الاسم ده باخده كده كوبي الاول. بقوله اف? انتي باخده بالك كده نجاح ولا ايه? بقوله دي. لو بتساوي كلمة سعيد ما اعرفش ايه ده. لو الخلية دي بتساوي كلمة سيد ما اعرفش ايه? سامعيني ولا لا? اي ايه محضرت. اعمل لي في لوكب او بي لوكب. بسيد. كان انا بنعمل في لوكب عادي. بسيد في هنا كده. وهاتلي الراتب بتاعه او رقم تلاتة? امين? طب لو لا اه. قولي مش موجود. او بصي بيقولك ميسنج برانتاسيز اوش. خلت بالك اه شاري. لان انا كنت عامل الكوس. خلت بالك. مقفول. او. بصي جاب لي جاب لي رقم جاب لي الراتب بتاعه. سيد فين ده سيد? سيد فين هنا? اسمه سيد حمد. رقم 8. اه بصي رقم الراتب بتاعه اهو 2413. خلت بالك. اه خلت بالك. لان انا ديته شارك واني مش موجود له اه. بس دخلت اف. دخلت في لوكب في اف. تمام. فهماني? اي اي. مش موجود. لان محمد دي مش موجودة في الجدول ده? اه. خدت انت بالك? ممكن نعمل حاجات كتير قوي فيها. يعني ممكن نقول له مسلا ايه? اه 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 اه. ما عرفش ايه يعني. اما لو عملت بيجوك قبل وحدها ومش موجود في الجدول الاسم مش هيديني حاجة. هيقولك مش موجود. طب مثلا شباب. حرد دي انا شغال في مجال ما بعد. انتوا شغالين في ايه? مجالات ايه? مثلا شادي? شغالي اتوا شغالي في مجال نجاح. يعني انت شغال اين ستشغال. انا فصح part những موردين. انا حسابات موردين. حسابات موردين. يعني مثلا مسلا حسابات موردين دي مثلا نجاح مثلا وليكن اهها اولي کن مثلا. مورد مثلا وليكن الاهلي مثلا او مورد مثلا زي اسامسونج. تمام? تمام نفترض نفترض ان هو ايه المفروض لو البضاعة قلت عن مية وخمسين قطعة لا مية وخمسين بس انا عايز مية وخمسين بس اديني فلاك هنا ان البضاعة دي قلت فاقول له ايه اف لو دي قل عن مية وخمسين اذا اقول له ايه مثلا البضاعة اعمل ريفل قصدي ريفل طب لو لأ خليها لي فاضية هتفهموا بكلمة دي بص لو تلاحظوا دي كده فاضية ايه لو تلاحظوا البتاع فاضية ايه لكن دي لما تقل عن مية وخمسين مثلا تخليها مثلا مية وعشرين هيقولك اعمل لي ريفل انت فاهم قصدي ولا لا يعني قصدي ايه ان انا بقول له ان اف دي يا شادي او يا نجاح اف دي ستقوني ده تنزل حياتك والله ما بحظ، اه بكلم جد مش يوحظ فعلا دي هتفتكو في حياتك كتير جدا يعني انا بقول لك اه لو لو انتي مثلا ش 달تكو حساب موردين مثلا واحد دا ريفل حساب موقعي حساب مورد مثلا واحدة نعم اuşدème مورد دواء مثلا مثى لشلي مشترك بعيدا ممثال مثلا شغالا في المبيعاية يعني مثلا هقوللك اه مثلا مثلا مشل زى اللي شغالا في المبيعاية مثلا اقترد ايه مثلا ان انت�� خصم كفا مسك. انت معي? خليك معي بقى خليك فتح المايك. بس معي ابني اعمل دوشة بس فبقى فيه على طول. معلش. اهو. سعر البيع. انت كده شايف كده نجاح? شايفين شايف كده شايف معي? معيشة شادي انا عارف انت باين عليك ما بتتكلمش كتير بس معلش تتكلم معي بس شوية دولة. خلق. اهو. بس شباب. وليكن مثلا لما اجا قوله مسلا سعر البيع مثلا. مسلا. لما يوصل هنا ل الف ومتين جنيه. انتوا معي صح? اه اجا. نقول له. ايجا عندي اف. لو الرقم ده. خلينا دعنا اصلي ده 900 جنيه اصلي. 90 جنيه. لو اف. لو الرقم ده. وصل بيساوي 1000 أو أكبر من أو بيساوي 1200 جنيه حد يواخد بالهم الحركة دي لو الرقم بتاع سعر البيع وصل لأكبر من أو بيساوي 1200 جنيه إذن اعمل اضرب الرقم ده في 20% وبعد كده طب لو لا يبقى خليك بدون خصم بصوا شباب أنا قلت له إيه في شوية شركات بتعمل إيه يقولك إيه لو الرقم عيلي قوي 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 ممكن مثلا أن أحط على المنتجات اللي هي فوق 1000 جنيه خصم مثلا 20% تمام ألو أنتوا معايا تماما لما الرقم يوصل لألف ومتين جنيه اعمل لي خصم على الرقم ده آآآة ده كده السعر 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 بعد الخصم فبقول له ايه؟ لو الرقم ده وصل ل 1200 جنيه اعمل لي عليه خصمة 20% طب انا هكتب دولاتي 1300 قال لي فيه خصمة عليه 260 جنيه يبقى ده الخصمة قصدي يبقى السعر بقى بعد الخصص السعر بعد الخصص اوه هيبقى проблема يساوي ده ناقص ده هيبقى كده فهمت؟ من اللي كان بيقول لنا عايز حاجة البيع كدـ ان ها THIS حدت بالك من المسـ mural اوه لا اخدت بالك وفعلا بحتاجة بشـgie بشتي المض어دة كتير والله فعلا VAN وبيبقى فيه شريعة بيبقى فيه شريعة خصمة أيضا يعنـ بيبقى فيه شريعة خصمة يعنى المبلغ البيع لو وصل من الكذا إلى كذا بيخصمة كذا ولووصل من كذا إلى كذا بيخصمة كذا فبحتاجة جدا يعني اهو. خليها دي. يعني تبقى طعال الاف اكسر من الشرط زي ما. بالزبط بالزبط. يعني بش مهندس بعد اذنك. الفاضل اصر. اه لو انا عاوز اخد بقى كوبي من الف واربعين دي اخدها كوبي كرقم. وليس كخلية يعني لو جد مسلا اخده كوبي عشان احطه في خانة تانية. بقى عرفش اجيبها. بص اهولك هالحاجة. انا عارف بقى هندوس كليكي يمين هنا كوبي. كوبي اهي. وبعد كان يجي نقف هنا كده. وان تو سري. اللي هي وان تو سري دي. اتنقل تاني. تمام شكرا وشانت. كانت بقى لك ايه. ده بتاع قفلت ولا ايه مش عايف. طب بالنسبة للخصم دوت لو اكتر من شرط زي ما هو ايه? ممكن اعمله في اف برضو اكتر من شرط? زي ما عملناه? تعال اهو. تعال انا عملها سوا. صاني بس عشان انا حاسس ان الشيت. اه. بوك تو. صاني كده بس عشان ايه نسجدها بس على اه عشان ايه ما تضربش مننا. وان درايب ايه? يعني عايزة على البراوز عادي. لا لا ايه في الكده? معلش انا قاسي في لحظة. عشان احسيت بس ان الشيت هيضرب فقلت لأ يعني ايه نلحاو قبل ما يحصل اي حاجة. اهو. لحظة بس. نفتح اهو. اهو شباب تعالوا نعمل حتة القسم دي. تعالوا. بصوا شباب احنا نعمل ايه? نكتب هنا. نقول له تعال بقى نكبر دي كده شوية لبعيد كده. اهو. انتوا معي صح? اهو? اهو. بنقول له ايه? بنقول له لو ده. ايه مسلا ايه 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 اقل من خمسمائة جنيه ازا يبقى بدون خصم. بس لو الرقم ده اقل منه. ممكن نخليها بدنا نكمل بدون خصمة يا بشمهندس نخليها زيرو مسلا بحس ان انا بتجي تسمع بعد كده في المعادلة. ماشي نخليها زيرو. زيرو في المية. اه تمام كده. نخليها زيرو في المية. زيرو في المية. خلاص? طب ولو رقم ده اقل من الف جنيه. ازا. حطيلي. اه خصم كم? مسلا كم يا جماعة? عشرين في المية. يبقى ده في عشرين في المية. طب لو ده اقل من الف وخمسمائة جنيه. ازا. ايه ده? انا بكتب فين? انا باين عليا بعيدت. ده لحظة لحظة عشان باين عليا ما كتبتش حايفة. اهو. لحظة لحظة عشان انا باين عليا. خرجت برا سياق الدراما. مش انا بحط شرط الف بكل ازا. ايوة معلش انا نسيت اكتب الف اساسي. انا لقيت نفسي بكتب في عالم تاني. يبقى لو ده اقل من خمسمائة جنيه ازا زيرو. يعني زيرو في المية. طب ولو ده اقل من الف جنيه. ازا يبقى ادرب الرقم ده في في عشرين في المية. طب لو لا يبقى نعمل لو ده اقل من الف ونص. ازا ادرب الرقم ده في خمسين في المية. بعد كده نروح جايين نقفل بقى طب لو لا. طب لو لا اللي هو ايه? انا مش عارف. لو لا لو ده اقل من خمسمائة ازا زيرو في المية. طب ولو لا ده اقل من الف من الف جنيه يبقى ده في عشرين في المية. ولو ده اقل من الف ونص. اه يبقى ده في خمسين في المية. طب لو لا. لو مش اقل من الف ونص. يبقى اي لا يبقى ده تلاتين فيلمية. هواقف واقف واقف واقف. زي ما هو. طب الاسكريم مش باني. انا هفتح الاسكريم ما احنا خرجنا خلص كلنا. اهو. تماما. بصوا شباب. انتوا شايفين? ايو. بصوا شباب. احنا قلنا اللي قال من خمسمية هيبقى زيب فيلمية. والما بين الحمسمية والالف هياخد عشرين فيلمية. وما بين الالف والالف وفلسومية هياخد تلاتين فيلمية. اه. تلاتين فيلمية. طب اللي فوق كل ده هياخد خمسين فيلمية. واخدين مالك ولا يا شباب? شباب? اهو. اهو. احنا خلاص قربنا نخلص اهو. انتم معايا صح? اهو. بصوا شباب احنا قلنا ايه? الاقل من خمسمية جنيه هياخد زيرو خصف. يعني لو احنا كده حطينا خمسمية جنيه كده. قصدي اه حطينا مسلا ربعمائة جنيه. قال لك زيرو خصف. زيرو فيلمية. شايفين كده ولا ايه? اهو. تمام. ودلوقتي قلنا. ما بين. ايه. ايه. ودلوقتي قلنا ايه? والاقل من الف جنيه ياخد خمساشر في ايه ياخد عشرين في المية. يعني دي لو سبعمية جنيه هياخد عشرين في المية. يعني لو خلي لو ضربنا سبعمية في عشرين في المية. مية واربين. مية واربين جنيه. كده احنا ماشيين صح. تمام كده شباب? طب لو احنا طب والما بين بقى الالف للالف ونص ياخد تلاتين في المية. لو احنا حطينا هنا الف ومتين جنيه. الف ومتين الف ومتين. هيطلع لي متين واربعين. يعني لو ضربنا ده في تلاتين في المية. هيطلع لي تلتمية وستين جنيه. زي ما احنا ماشيين. طب لو احنا بقى حطين قال لك بقى ايه بقى وبعدين? لو ما بين الالف لو فوق الالف ونص ياخد خصم كام? خمسين في المية. يعني لو انا حطيت هنا الف وستمية هيطلع لي كام? خمسين في المية اماني تمنمية. بالزبط الف وستمية. تمنمية. خمسين في المية خصم. ايه ده? لا اه يبقى نضرب الرقم في الف نص. نضرب ده في نص كده. دي بقى تمنمية جنيه. بس كده. ونسحب المعادلة كده التحت كده شوية. بس كده. ونحط هنا بقى اي حانا الرقم مسلا سبعمية جنيه. هنا خمسمية. هنا متين. هنا الفين. اه هنا مسلا الف وستمية جنيه. بس كده شغيل. دي. اه انت كنت فين. اه مين كان بيكلمني? على الحتة بتاعت الاااا. انا كده انا كده عملتها لك وهسيب لك المعادلة دي زي مهيل. دي يا جماعة تصدقوني انا شغال على اف دي والله انا لو وردكو شوية معادلات من اللي انا شغال عليها هتتخضوا لان انا مدخل في لكب. انتو معايا يا جماعة انا بقول لكم انا مدخل في لكب و اف مدخل اف في لكب بالهبل يعني بقول له ايه لو لقيت دي اه كزا روح روح جبلي في لكب من حتة الفلانية طب لو ملاقتهاش روح جبلي في حتة الفلانية والله انا مدخل ليجي حوالي اربع شروف اف وجوان في لكب فبجد بجد اشتغلوا على قاعدة اف دي علشان انا فاكر انا فاكر كويس اوى شادي ان انت كنت عملت و قل لي ايو هنام بها ايه لانت هتعمل بها حالة كتير اوي لانت انت هتسافر والله صدقني انت لو اشتغلت عليها هتسافر فعلا. طب بعد ازني فاكر شواندس بس اه امير. لما باجه انا باجه اطبع اه الملفات في الاكسيل بيطبعوا الورق كله. ازاي ان انا حدد حاجة معاينة ان اطبعها. اه في حاجة اسمها current sheet او بص تيجي هنا كده لو انت واقفت كده مثلا. وتروح دايس كنترول او print هاي مثلا. او بص print active sheet لا خليها print current. او print active خليها print active. بس انت دلوقتي انت لو جيت تبعت انت بيطبع لك الاكتف بس. انت عايز تطبع شوية ولا عايز تطبع كل دولت. سواء هذا او ذاك يعني. يعني مسلا لو انت علمت على شوية من دولت كده علمت على دولت بس كده. يعني مسلا دولت بس كده. بيتش ليوت. لا مش بتجي ليوت لا لا لا. كده اهو. بحد ديكوز ايبا انا عصد بان. لا اهو 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 كده. الحد مسلا سعيدة هي. من اول سعيد لحد سعيد برضو. هندوس file print. وهنروح دايسين على print selection اي. نجاب لي الاربعة دولت بس. واحد من واحد. خدت بالك. طب لو لا. تمام. print active sheet. print active sheet بص واحد من اربعة. اللي هي دي. ودي. وبيتبع لك كل اللي موجود في الشيت. فانت بتروح عامل ايه? تروح ما حدد على الحاجة اللي انت عايز تحددها. دولت مسلا او مسلا اول يا عام اول اتنين بس كده. بتروح دايس print. وفي دي active sheet بص بيقولك واحد من اربعة. واخد بالك من الحتة دي ولا لا? اهو تمام. انت بقى تروح عامل print selection. بص يقولك واحد من واحد اهي. وتلاقيهم اتنين بس اللي هيتبعو. بس كده. طب مع ذلك قلت للمحاضرة اللي فاتت لما كنت باكلم حضراتك عن موضوع الغياب والحضور. قلت لحضراتك ان كل ما كان بيظهر الجمعة في sheet بيظهر قدامه في الخانة التانية متلونة بلون معين. اه. حضراتك قلت لها تخليها المحاضرة الجاية. بتلون بلون معين? لا فكرني اكتر معلش. طيب حضراتك احنا ممكن نكتب ايام اسبوع. ماشي. سيحنا بنتكلم في الحضور والغياب يعني بالنسبة للناس سيحنا بنتكلم في ايه. ماشي. اه حضراتك كنت مثلا يوم الجمعة كان بيظهر قدامه كلمة اجازة. وبتلون اللي بيتلون قصاده كلمة اجازة دي بلون معين بحس ان هي اما يعني تبقى مميزة يعني. عن فكرة ماشي رحتها المرة فات بس عناي اليك حاضر. بص. اسمها ست ساتر دي سن دي من? اه اتسحب تحت كده لاخر اوه. اه. صح كده? صح كده? اوكي حضراتك انا قلت من الكنديشن فورمتينج اوه. انا بص ان اقول اقل اقوى ل الجمعة. لا لا اهوق مش انت بتقول اجازة اوه بنقول لي ساوي. شباب انتو معايا. شادي. شادي اوه مش شادي صح. اه نجاح انتو معايا. انا ماشي. نجاح انتو معايا صح? اوه خليكو اوه معايا كده حتة دي عشان دي اف برضو. او دي برضو اف عشان دي هتفيدكو كتير قوي بص اهي هندوس بساوي اهي اف لو دي بتساوي كلمة فراي دي اهي فراي دي اهي اذا 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 دي يعني لو الشرط ده تحقق اكتب لي اجازة. تمام? طب لو لا. ها حد يقول لي. هيبقى عالمتين تنصيس فضيلة. ايوان جدعة صح كنت اعمل كده. كده. عالمتين تنصيس يعني هتبقى فضية. بصوا اول نقفل الكوس وندوس انت. تلاقي بها فضية هي بس جواها معادلة لو تلاحظوا جواها معادلة. لما نيجي نسحب بقى المعادلة دي كده الاخر كده. بصوا اهي. اهي خدوا بالكوا كده من حتة دي اهي اجازة. فراي دي اجازة. فراي دي. فراي دي. فراي دي. خدت بالكوا ولا يا شباب? هلو? هلو معا. انتم معايا ولا ايه? ايه ايه تمام. ايه مشانا. لو دوسنا على دي. هايلايت. ايكول تو. اللي هي دي اجازة. تدينينا لون. تدينينا لون. ام. ايه بس جده. ايه رأي يا شباب? ممكن نعمل فورماتينج اللي خلينا في ساعة بقعضة اف. ان مثلا لو خليها دي فيها يوم جمعة تتلون بكزا او يبقى الخط بولد او حاجة من غير الى كونديشنل فورماتينج. اه. تدفع كم. اه. خليه انت عايز ما عندها ساعة باشترا. ايه. ايه. صح كده عندك ممكن اخليها كده بس اولا ايه. كونديشنل فورماتينج. اهي. بس دي بقى تتعمل بمعادلة. اسمها نيو رول. نيو رول. ندوس عليها كده. ونختار ايه. بنقول له ايه? بيقولك بي. هتروح اقيل له ايه? من اول بيساوي. بيساوي. بتعمل علامة الكومة دي اللي هي علامة الدولار دي. من اول بي. وان. بتساوي كلمة فراي دي. فراي دي. دي. ونقفل دي كده. ونعملها باللون الاحمر. اهو. ونخليها الفونت بتاعتها باللون الابيض ونخليه بولد. وندوس انتر وندوس انتر. ونشوف كده. نشوف ايه يحصل? يلا تشوف ولا ايه? يلا شباب مين اللي كان بيقولني. يلا. يلا نشوف. يلا نشوف. منزل كده ايه. فراي دي ايه. ماشي كده انا عملت ايه على قد. ايه. اللي ما عز الصف كله بقى. يوتكم متلويه. تفعل كم? ما هو لازم حد يتفعل ما هو معلش يعني. بص تعالوا نجرب هنا. تعالوا نجرب هنا. تعالوا نجرب الكله هنا. خلاص? خلاص كده كويس? تمام. نخليه كلمة ونخلي كلمة اداري دي ناخد كلمة اداري دي ناخدها كوبي كده. بص ونعلم على العمود كله كده. كده اه. ونروح معلمين ونخليها نيورول. نيورول. ايه. ونقول له ايه من اول بصوا باركزه. الاداري هنقول لو في كلمة اداري يعلمني على الصف كله. الاداري ده في العمود رقم سي. يبقى بيساوي. سي. من اول سي تو صح? سي. خدت دولار الاول صح كده? اه. من اول سي تو. بتساوي. سي دولار دي بتيجي ليه ولا بتيجي منين? لأ بتيجي منين. من اول سي تو. بص كده. بنقول له ايه من اول سي تو. لو انت شفت سي تو دي فيها كلمة اداري. خليها لي يا عم باللون الاحمر. والفنت تبقى ابيض عشان احب اول الفنت يبقى ابيض في اللون الاحمر ده. وخليها ابيض كده كده كده. دوس اوكي? اه. 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 انا عندي كشف كبير وساعة الكلام بيخش ببعده. لأعملت قبل كده معافلة من ان انا اه اول ما اقف عند الصف يديني لون. مشيت من عنده يانزل الصف تاني يروح يديني اللون بيمشي معي. جيت عملها تاني ما عرفش عملها مش عرفها لأي? لا دي مش معادلة. ما عدقتش ان دي معادلة. مكون ديش انفرمات لا ايه مش معادلة يا مكون ديش انفرمات. بتعمل ايه? ما عارش تاني كده? بتاع لنتيوب وعملتها مرة بس ما عرفتش يوصلها تاني. لا تاني تاني قولي ايك تاني كده? وانا ماشي بالماوس. ماشي لو قبت على اي صف يديني مثلا اللون الاحمر دوت. لأ اتنقلت للصف تاني يروح اللون الاحمر ينقل معاية. او مر ايه? دي vba ولأ? ديك اي مرد عمل. ياتايل上 عملت متاضي من الكمتاشن فيماية? ياتايل يتحرك معي عمسان الصف يسبوه ما تخشاش في بعضها. لحظة عارف يعني يعني ايه VBA ولا لأ؟ لا VBA دي حاجة في الأكسل من ورا يعني حاجة في الـ background بتاعة الأكسل حاجة كلا فيها برمجة وفيها حاجة كتير اه اه انا عملتها اللي هي الفيديو البيزيك بي اه اه هو الفيديو البيزيك ما هي VBA اعملت اقربت المعادلة بيها ودخلت على الـ وخدتها طوي بي وخدتها طوي بي دي عالم تاني دي نجاح لا احنا دخلين في العالم ده احنا مش في العالم التاني اصلا اعملتها سعلا خدتها كوبي بيست من فيجيو البيزيك وحطيتها في كونديشن ثومات وحددت الألوان بيتراي حاجة معي والكشف عندي بس دي بتبوص حاجات تانية يا جماعة صح اللي ما يعرفش يعني ايه VBA حد يعرف الـ root في الاندرويد ايوه الـ root في الاندرويد اللي انت بتكسر قواعد الاندرويد اللي انت بيبقى الاندرويد مديكي كده زي سيستم كده تشتغل عليه هو لا بيكسر اللي كلمك ده وبتقدر يتوصل للحاجات أبعد من الـ من المتاح لكي من الاخر الـ VBA ده بيكسر الحاجات بتاعت الـ Excel اوه فاهمين؟ مش بتبوص حاجة بس انا قصدي الـ VBA ده ده مش بتاعتنا خالص فاهماني؟ لما بعتوا لهميل لما بعتوا لهميل صاحب الشركة الدنيا اختلفت من الزباشة زي عندي ما انا بقول؟ انا بقول هالك الفرونت اندي احنا شغالين على الفرونت اللي قدامنا دي على الحاجة الأخيرة دي على اللي هو اسمه ايه ده؟ مش فكر اسمه ايه؟ بس من الاخر احنا شغالين على الشكل قدامنا ده لكن بصوا جماعة هي قصدها ايه؟ بصوا انتو ربما تدوسوا هناك وفيه حاجة اسمها فيو كود فيه هنا حاجات كتير قوي بتتعمل ده الـ VBA ده الشكل بتاعها ده مش بتاعنا عافية انا عامل حاجات بالـ VBA على فكرة يا نجاح يعني انا عامل شغل بـ VBA بس ده مش بتاعنا هل في حل طبعا ده سعم يعني جوة الـ Excel لان الموضوع اللي كلمت عليه ده فعلا مهم جدا مع الناس تتعامل معداتها كبيرة يعني انا لما عامل سيليشن على حاجة ببعاز ألقط بعين البيانات كلها فبرضو بداية صعوب هل في حل مثلا قدام حركة في الـ Excel العادي يسهل علينا الطوطة دية؟ لا أسف ما فيه طبعا طبعا اه لا ده مش عندنا انا عندي سؤال في دلة معاينة زاكنين في الـ F فضل اشهد ايه؟ عندي سؤال في دلة معاينة زاكنين في الـ F فضل اللي هي دلة اسمها كونكات اه كونكاتينيت وكونكات ايه انا المسلا لو عندي اكتر من كولم عايز اخد التكست لجوه كل سل في الكولم ده وأجمعهم كلهم في سل واحدة في كولم تاني جديد فمسلا لو عندي اسم الموظف والمسمى الموظف ووراة الموظف كل الكولمز دي عايز اجمع تكست كلها الجوها كلها في كولم واحد فبستخدم كونكات طيب لو فيه مثلا وانا بانزل بشد السلز كده في العمودة الجديدة اللي انا هعمله اه لم ايش موظف في احد الكولمز وايجمع اسم الموظف في ميسنج يعني في خانة فاضية فبناء عليها انا هيخدها كفراغ مياخدش كونكات التكاله ممي اخدش كونكات ممي اعنى ما ياخدش كونكات لا انا طبقتها صراحة واخد مكانها فراغ فانت عايز تعمل ايه عايز هشين الفراغ ده عشان ما يخدش السل اللي هي فاضية دي مع التسميا ايوة يعني انت اصدق اصدق لو التلت خلاياة دولة مليانين دي ودي ودي اعمل كونكات. لو ما فيش ما تعملش صح? او اعمل كونكات لي الخلايا المليانة بس. اعمل كونكات للخلايا المليانة. طب خلينا خلينا نعملها في الخلايا اللي المليانة بس. القصدي المليانة الاول. يعني مسلا احنا بصوا شباب. احنا دلوقتي. دي المعاطلة هتبقى كبيرة فاشة. هتبقى كده. بصوا شبابي احنا ندوسي سابق. اف. بس خب بالك. اف دي هتبقى جواها كلمة اند. اند يعني ايه جماعة? يعني وا. وا دي يعني ايه? ركزوا في ان انا بقولوا. ان وا دي يعني معك. مع. مش او. بمعنى. يعني بقولوا ايه? لو لقيت ده وده وده. مليانين اعمل كونكات. طب لو واحد منهم فاضي. ما تعملش. فاهمين ولا لا? ايه. لا انت طب واور. اور لو لقيت ده. او ده او ده. حد يفهم الفكرة ولا لا يا شباب ولا ايه? انت واحد. وهنا واحد. وهنا اتنين اصلي. وهنا واحد اصلي. خليها واحد. بقول له ايه? بقول له اند. هل دي بتساوي واحد? وبعد كده كمى. وهل دي بتساوي واحد? قال لي true. طب لو انا خليت دي خليتها اتنين. قال لي false. ما هي متساوي واحد. بس تركز بقى في دي. لما انا ممكن اعملها اسهل من غير معادلة. ايه مسلا? ايه ان انا اخذ اكتب ده يساوي ده وخلاص. اللي هو الصف دوت اللي هو الف تو. بتساوي اه الجي تو. اه وهتديني وبس ودله انتر يديني true or false. طب انا عايز سألك سؤال. دلوقتي شادي بيسألني سؤال تاني. سؤال بيسألهولي بيقول لي ايه? بيقول لي هو عايز لو لأ واحد من التلاتة دولت فاضي ما يعملش كونكات. بتحسيبها ازاي? بص اي هو يعني كنت قصد اللي هو يعمل كونكات للمليان بس ويسيب الفاضي. ففي مسلا في خالية معينة هي يعمل كونكات للتلاتة عموية. بس انا اقول لك على حاجة كويسة اوه بص اشيب. انا. فاضي حضرت. انا اقول لك بس على حاجة. هقول له مسلا ايه مرة. بقول له اندي دين. اندي دين بص ركزوا حيث انا هعملها دي. لو ده. ماشي. لا يساوي فراغ. عارف يعنيين لا يساوي? لا يساوي دي يا جماعة. بيبقى العلمتين قصد بعض. انتوا شايفين? لا. انا شايفين. كده الكتاب شوية. عشان تشوفوا اكتر. وكده كبرت لكم الكتابة اكتر. بنقول له ايه ده? او ده واحد اهو. وده واحد. وانا بقول له يساوي. هل ده لا يساوي فراغ? فراغ يعني فاضي. ودي لا يساوي اللي العلمة دي كده. اه قضي لا المفروض اند قضي. اند. هل ده لا يساوي فراغ? وهل ده لا يساوي فراغ? قال لي ترو. قال لي ده ده مليان وده مليان. صح ولا غلط يا شادي? طب لو انا شلت قصدي الوان دي. قال لي فولز. صح كده? طب تمام. تعال بقى وريك بقى التانية. اور. هنغير بدل الاند تبقى اور. اندوس انت. قال لي ترو. طب لو انا شلت واحدة. هيخليها لي برضو ترو. عارف ليه? لان بيقول لك اور. هل دي? او دي. لا اما دي. لا اما دي. فيهم تاني? طب لو انا شلت الواحد اما? هيقولي فولز. يعني قصدي واحد اتنين. بدم واحد من اتنين موجودة ماشي ترو. لكن الاند اللي اتنين لازم يبقى موجودين. تمام. انت معي ولا لأ? مع حضراتك قايمة. حاجة اخر حاجة اخر حاجة اخر حاجة معلش انا. ماشي. نعم? بقول لو هو حضراتك موجودش على سؤالي بالزبط بس هي ما نومها فيها جدا. لازال سؤالي ما نجبتش عليه. انا لا والله يفهمك. انا عارف ان انت بتقول لو دولة اه مليانين خد لو دولة قصدي اه اه واحدة منهم واعة اعمل على الاتنين بس المليانين. بس المشكلة يا شادي المشكلة ان دي هتبقى في الاتماليات بالاتكالب. يعني هقول لك انا ايه الفكرة دولة? انا الفكرة اللي جات في دماغي اف واند. هقوله ده لا تساوي دي. وده لا تساوي دي. واللي جنبيها دي. وبعد كده ده لا تساوي دي. انا كده عملت على التلاتة. امم. وده كده اند. وبعد كده بقوله ايه. طب لو ده لو الشرط ده تحقق. يبقى من كونكات. اعملي كونكات على التلاتة دولة. ده. وده. ويه? اللي هو اللي جنبيه. خلاص? طب لو الشرط بتحققش بقى. هروح ايه لو اف تانية بقى؟ ما اناقض نقول له بقى الف هاد بالهمل. هيقول له ايه بقى? ما هيقول له ايه? ما انا هقول له لو دي ودي. اا لو دي. اا لا تساوي لو دي فاضية اعمل لي دولت. وبعد كده الاحتماء اف تالتة. و لو دي فاضية اعمل لي دي ودي. طب والاحتماء الرابع. طب لو دي فاضية اعمل لي دي ودي. صح وده غلط? ما مش هتنفع غير كده. بم صح انا بياده ويو خلاص. انت فهمت قصدي فانت بقى لسهل تعملها ازاي اول حاج عشان ما تقعش في الحتة دي لو هما تلاتة تروح عاملها الاول باند اهي هل ده لا تساوي فراغ وبعد كده هل ده لا يساوي فراغ وبعد كده هل ده لا يساوي فراغ وبعد كده تروح ده اس امتر قال لك ترو كله ترو هيبقى كله ترو بس اخر واحدة خلص تبقى فولس عاربت ايه اه دي كلها ترو طب لو جيت مثلا شلت دي قال لي دي فولس تبقى فولس طب لو شلت دي قال لي فولس تروح انت بقى مفلتر على الفولس وتروح انت عامله بايدك اعمل لكم كاتل ده اعمل لكم كاتل ده فهم قصدي ولا لا؟ تمام فهمت اصد بس كده عارفين صح اشترك جدا لحضرتك باش مهند السؤال بداي جدا مع عزرة اتفضل اه ده كنت بتكتب المعادلة اه ما بتحركش الماوس انا دايما لما بجاء اكتب مسلا يساوي اف لازم انا روح دايس على الاختيارات اللي عاني بدوس على اف بالماوس تكتين صح? اه اه بدوس تاب جدا جدا صح على فكرة دي 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 لقطة حلوة بدوس تاب بعرف كلمة تاب اه بدوس عليها يعني بدوس اكس لوكب مسلا ايه بدوس كلمة تاب تاب بختار بيها جدا اه ملحوظة حلو اعرفيك انك تلقطها على فكرة تمام مش شكرا مش انش انا مبسوك جدا والله لانا يعني اعلم طب بالنسبة للهايلايت اللي معمولة على اداري دي شن نت بس فاصل عندي ورجع تاني يا ديت عملت ازاي كوز اليلايت دا? يعني اخترنا ايداري بس اذا كنت هنا محاسب مش هتلقوا مثلها دانا او مش هتروقل لعشان مش كتباتنا محاسب هتروح اغفل اي هذه المعادلة انها فصلت عندي انها فصلت عندي بجهة معمولة نفسها ونعملها حاضر نعمل نعمل كدير رول دي نعملها ازاي بنعلم على الجدول تمام اي بقى حاجة ممكن تعلم لحد جوا يعني ممكن تعلم لحد هنا بس احنا بنعلم على الجدول عادي كانت نعم نعم الاداري ده في العمود رقم سي هنروح ايين يساوي من اول لو بتساوي كلمة اداري اعمل لي بقى دي باللون لاحمر والفونت يبقى باللون لابيض وبولد بس انتر اوكي بس يعني بقى اي كلمة اداري لو اتنقلت هنا يعني انت لو كتبت كلمة اداري هنا كده هب اتنقلت بقى تلون باللون الحق تمام بس كاشا بك في حد عنده اي استرسال ثاني على فكرة انا مبسوط جدا على فكرة والله ما بيهزر انا فعلا مبسوط اي حاجة جماعة في الاكسل اللي بيجي قدامك وقولولي انا تحت امركم حتى خلصت الكورس ما خلصتش الكورس ابعتولي في اي وقت انا تحت امركم خلاص compare اي حد اي حاجة اي حاجة ابعتولي على الواتساب وانا تحت أمركم ونرد عليكم في حال ماشي الشباب تمام ربنا بعيد ربنا عزيز شكرا 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 شكرا